السلام عليكم يا جماعة انا محمد رشاد نزيم لكم في انشامس النهاردة بس هنعمل الديسكوشن كده على موضوع الريت فيرسز ريزم كنترول انتو كاي سمعيني يا جماعة كوي صح مش تازم المايك التالي نعمل الديسكوشن بعد ما شفنا الانتروداكشن بتعال اتري الفايبريليشن هنتكلم على الريت فيرسز ريزم كنترول وطبعا يعني يعني اعتبر احسن وفين السيتيوشن ذا اللي احنا بنستخدمها اكتر يعني حاجة صغاركة بس في الاول احنا لازم نعارفين في كونسبت معنا خلي المنترنس يبقى يعني يبقى فترة كبيرة وخلاص احنا ندعى لو حذجع وتاني نعمل الريستوريج للسيليس بيبقى فعشان كده احنا نعمل ان يجي نتكلم على المالج من بتاعنا اي عيان اترا فايبريليشن او خلاص احنا لازم يبقى ارليا وعشت استنى فترة طويلة كلما بس انها فترة طويلة كلما سأخش في الباتسيولوجي تاني ان انا حعمل اعزود هايبيرتوفي اكتر بخش اكد كده يعني بطول في الاول فترة لازم انا احطها في الاول في الاول سيحتمى ان انا هحول العيان خلاص يبقى لازم اعطلها اتخلي دا يبقى ارليا ومش ان انا اخليه بعد ويقعد مثلا كانت اقوله لا لازم انا نخليها في الاول ايه الابجيكتف سبعاتنا نهاردة نحن نحن نعرفها اول حاجة نعرف شونا ترايالز ترايالز نحن استخدمناها ايه هي ترايالز اللي اتعاملت ايه في اي دفرنس ما بين دول ودول تمام النقطة الثانية نحن نعرف ترايالز اللي هي بابنشت 2012 او 2010 وفوكست عليها 2012 هنعرف معينة ان الان محتاجة ان اعمل فيها ستقلل المرتدي فيها واخر حاجة هنشوف ايه هى البرفرنس ايه هى الدوز اللي عندنا ايه الافيليبل موجودة في ناصف عندنا وكل واحد والكونترايالي مهم جدا يجب انه نختارها وهناعرف برضا هنشوف ايه حاجة هنختارها هل ده طبعا او هنختار الانترايالي ايه بابس يوتيوب اول ترايال الثانية التي اتقالنا عن مقار فما مقارنا عن أيام اترال فايبرليشن برضو ريت كنترول is not inferior خالص ريزم كنترول عايدي جدا for prevention of cardiovascular mortality and morbidity عينين خالص اترال فايبرليشن حقارا منهم بريت و ريزم كنترول several trials منهم الأفير منهم الريز ترايل غاص انازر ترايل اللي هو اترال فايبرليشن كنجسطف هارت فيليور تالت هنا بقى نحن نقرن شوية بدنا نعيين الكنجسطف هارت فيليور مع الاترال فايبرليشن أكيد السمطوم ستبقى أكثر مع بس برضو ستيل عندنا ان ازنونج عايز ان الكلام ده موجود و موجود برضو من ناحية الريت كنترول من ناحية الريت كنترول يعني الريت كنترول في عينين دي اللي شفناه في الاف الضرب و رزمي جميل لكم طيب ما هو الافكت ان انا اعمل رسمي كنترول او اعمل ريدogi على ال Qualty of Life على ال Left ventricular ejection fraction و ال Function وعلى immortality و على ال HosPtization Quality of Life الافيرم و الريتس و ال Woole Pharma Cretion و الهترافر البيتعال و الستافترال Strategy of treatment لا بزيزة توقيت في الهيوم مع رسمي كنترول تقديد مع ريدogi لكن هنا في نقطة صغيرة هل هنا لما كنا بيجي أقارن لما كنت بيجي أقارن هنا في إترافايبريليشن، لو أنا حاجي أقارن بين يعني جايب عندي إترافايبريليشن بيشنت وجايب عالي النظر في إترافايبريليشن هل فعلا دي كان تختلف؟ لا، هتختلف طبعا لأن المشكلة فقط إنه في الـ التي استخدمناها مكانتش أبتيمال لـ إترافايبريليشن بيشن، مكانش أبتيمال للإفكت إترافايبريليشن على الـ فالتالي الـ او الأطقام بتاعيتنا مش كونكلوزة في العيان بالنسبة لـ سيبقى بالعكس لو أداء حسن بالنسبة الـ هيبقى بالعكس كويس جدا وحيبقى أحسن مقارنة بين الـ يعني هم هم حيبقى نفس الـ عشان كانت الـ يستجنيفكلي في فعلا بماناً مقارنة حديثة بل يوزيب الـ فالنسبة لي تقدم الـ موزينة بحيطة الطريقة صحيحة ونالتي من عملية محيطة يجزء كي نرى كي نرى فيها قصة يستخدم فيها لكي نستخدموها كماناً من انه استخدمة عدد الـ بالنسبة لعين مقارنة بالنسبة للعديلين او النورمال كنت نرى الثلقة الجديدة يعني في من هم وفي من هم يعني الكنيديان يعتبروا زي الاهراسكور بالضبط تيبكال زي كان دكتور احمد واشرح هنا خلاص بس لسه الثلق انهم خلاص تخدموها دلوقتي في يعني في الـ لكن دي في الـ ما بين الريت والرزب ماستخدمنا شي خالص زي ما احنا قلنا برضا ما بين الريت والريت كنترول وبنأكد عليها تاني في العينين كل نقطتي مش على حكاية انها ستجعوا الريت كنترول في دفرنس انا معين في الريت كنترول قالت لا بالعكس انا ممكن العين لو انا عملتوا الريت كنترول ممكن بالعكس احسن التعليفة فندري على اتجاعه بالعكس اخليه بقى احسن او الـ ممكن يبقى ليه دي في الريت كنترول لكن في الـ بالعكس يعني لو احنا عرفنا عين اي عين مثلا مثلا ماذا الكريتوريا او الفاكتورز اللي هتأثر معي في عيان الريت كنترول مش هي حكاية ان انا اعمل او ان اخليه على نقطة الاساسية بالنسبال ان العيان ده يجب ان يكون الريت كنترول اول حاجة النقطة الثانية انتراضي نفسها ممكن تقصر على نقطة الثانية او عملت او عملت او عملت او عملت او عملت ممكن اعمل عشان او حسنا او عمل او عمل او عشان او عدد او 8 نظام بالنسبة للخطار نفس النظام هم من ناحية بالعكس لو احنا نتكلم على مشكلتهم الاكتراك و بالعكس بيزودوا في المورتالي لكما احنا شاهدنا أنها كانت ستقلل المرتالي ب53% يعني أنه سأقارب ما بين الأعياني أو أنه سأقوم به في المرتالي حسنا لدينا في الهربية المتحدة اللي هي 2012 أول حاجة مهمة جدا عندنا حددنا في المتحدة أهرى سكور 1 أنه سأقوم به المتحدة لا يحتاج أن أقوم به المتحدة رسمك كنترول يعني هو قال لك أنت عملت الجبكة وإنطلاق العطول الجبكة لا في حالة العطول رسمك كنترول يعني رسمك كنترول لكي تستطيع أن تحكم الهربية المتحدة رسمك كنترول عيان يونغ بيشنت. عنده بالعكس انا قدر اعمله والفيان يا في انجي بيشنت انا نخليه اي اذا اعملو ريزم التروج. شاهد به. عيان لسم kunطرول. ريزم التروج. ريزم التروج. عيان اسبيك. عيان الاندريع. عمله ريزم التروج. عيان الزيوان بتاعه. نخلق نخلق الكثير لفجام. نحن علامنا من حسنا بحث الSerum وتحقه أحاوله أحمله سبحثم السميمات لكن احقانا أيضا الوعى مخططة ليس ستتأثر قوي وقال أيضا وما تستطيع الوظائر لازم تتطبيب يجب التطبيب حسنا لازم يكون تأخليه يجب أن تأخليه يجب أن تأخليه تحول له لازم تأخليه يمكن أن تخذ بريكزوزوم الاف ويأخذ عادي الاف لا يمكن أن تخطر الانتي اريزميك درغ هذه هي مكتبات الانتي اريزميك درغز كيف تختلف الانتي اريزميك درغز طبعا اول حاجة لو انا عندي منيمال او نوستركشل هارتزيز طبعا ايضا اريزميك درغز كثيرة جدا ممكن انا ستعمل درون درون او فليكنايت بروبافينول السوتالول والاميدرون لو عندي ستركشل هارتزيز فواقفاءها رب العامتي بالاس polyamydirons هذا سرويتي اخرائي ويجعله افضل مثل كاليابيكو سيريز حال ان اقلل هم تبه hasn't heart failure ولا هو اسم DNS الحياة الأمر التي تتفيرها بالفعله فهذا لي jurisdiction بعض الانتي اريزميك درغز بالعكس المرتلفي تزيد أكثر لو أستخدم تهم عن antiharismic dringtoyl مثل le net dhrone أو la so talole لو عندي cranial heart disease أستخدم la so talole عندك في beta blocker effect أحسن كويسة جدا وحا تفيدك جدا في cranial heart disease يجب أن أستخدم la so talole لا وتستخدم le net dhrone أو أن أستخدم la amida عنددي hypertensive heart disease لو left of the dr unsafe استخدم le net dhrone أو la amida لو none left of the dr unsafe كل الأخيار بالنسبة لك زي يعني كان عين يأمن لا تستطيع قصة قصة سؤال الدكتور امير بطبق معاتي الليفتفتريكرا هيبرفي بتقول عليه ايه الدفنيشن بتاعه لو الليفتفتريكرا هيبرفي لو الثيكنس عكتر من 14 مليمتر لو السيطم والبسيول السيطم والبسيول مش بايس مش بايس لازم تكون ايكوكاردوكراف لازم تكون ايكوكاردوكراف طيب فضيح بالضبط انا هتكلم على محاضرة بعدها هتتكلم على انا عايزة بس فاهم ايوة تؤال ايوة تؤال في اللي احنا قلنا بيبقى بيبقى او 13 يعني او اقوال 14 اللي انت ممكن تستخدم فيه الحاجات اللي هي افلوبة بيزملك انت ارزمك درون درون او بس كما عايدة انا عايزة بس انبه على استكدامات مع استكدامات 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 فيه دوزز وفيه برضو نفس نظام الانتياريزميك قدر استخدمه من المنتنانس اوه حاجة من الدراجز اللي عندنا اللي هو الاميو درون الاميو درون الضوء التفاصية بالحاجات ثم رجل ودخل افضل يمتلك الاميو درون بيقلل بالعكس بيقلل الاف و الاف في كارديو فيرجن السينيس ريزم البروبة فينون الابتولايد والفرنقلينت يعني هما افلابل بس يعني مش افلابل في ايجبت بس هما يعني انهم انتياريزمي البروبة فينون مرضو افلابل في ايجبت خاصة الورال تريتمين هم حاجة اهم حاجة نوت سيطابل بس ماركت سروكتور هارتزيز الانهما انه وبرولونج وفي ناس الوقت اقل طبعا بكتير من ناحية اللي بيعملوا الامية ضرورة تمام النقطة الثانية سعب يحاول وسعب يزود وسعب يزود يبقى العين وزود وزودت موجودة عنده بالنسبة لعيان بالنسبة لعيان حاجة على الكنهائد في الحتة دي ان احنا شفناه الوضوع الوضوع الموسيقى مطلع لا شكة شفناه ايه هذا في الفرماكولوجيكا الكارديو في المنتننس برده هنالكلم عن نقطة المنتنس من ناحية الشورت ديرم وناحية اللونج ديرم برده نفس النوم المستعلمون من السوتالول نفس السايد افكس اللي احنا قلناها بالنسبة للبروب فنول بالنسبة للسوتالول السايد افكس تعتول او سيجنيفكانت ليفتريكا هايبيرتوفي احنا هنا مور زين او او فورتي مليمتر انستوليك هارت فيلير مع كيوتي وهايبوكاليميا مهم جدا لو كريتني انكليرس ليس دان ففتين ده بقونترا بالنسبة للعيان او احنا هتطللو بيتا كور او سوتالول طيب برضه نفس النظام بالنسبة لو منتنس لسينتس ريزب بنعمل ريزب العيان الام يدرون او دوز اسبلياتهم ونفس البريكوشن كده كده في الام يدرون طيب السؤال مهم جدا العيان بالوقت احنا عملنا لسينتس ريزب المفروض ان انا اكمل منترنس لسينتس ريزب يعني ادي النظر عن انت ارسبيك درونج عشان اكمل ولا خلاص طب لو هكمل 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 ولا هكمل في ايه رأيي الناس هنا اطلق ايه تمام ترجع وزين ادي ايه الاترالكيك 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 بالزبط لو ترجع للنورمال ترجع وزين ادي ايه ترجع وزين ادي ايه الاترالكيك دي احنا اجبنا الاترالكيك اسمناهم ووضحنا اول حاجة بالنسبة البلاسيبو وبالنسبة واستخدمنا بالنسبة العيانين كفولو افعاملنا اول حاجة عيان وانتنويش اي ترجع خالص بعد عيان تاني كمنانا الترجع بالاترالكيك الموضوع الاولي الموضوع الاولي طبعا لقينا ان طبعا فيه كثيرة جدا للعيان اللي خده فاول اربع اسبية عن العيان ماخذوش خالص فمعنا احنا كده الموضوع ان العيان ده مياخدش النقطة التانية بالنسبة لعيان تبخد لمدة ست شهور او عيان تاني خد لمدة اربع اسبية مين فيهم السيبريرون وعيان التاني احنا قلنا ساعتها ان الشورت تيرب هو بالنسبة للعيان خلاص سيأخد مدد اربع اسبية مقارنتها بالست شهور لكن هو يعني يعني لو اكملته على فان انا اكمل على اللي هاخد عليها والسلت النفس انا عملت افكتس تمام فهي فلاك ثلاث الوحيد ثلاث الوحيد ثم 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 تقريباً على الاتفاق بالقرية تقريباً على 80% من الأفضل في التربية حتى الاتفاق 6 موات بعد المنزلة أخرى هل يتم تقريباً من النزل؟ لا تقريباً من المنزل لا تقريباً للمنزل و يتقريباً بالنزل لنزل تقريباً لا كتباً لا لا ور خارجي و إيقافة هيرجع السم حياتي لو مارجعش هو رجع مش سكسسفي فبقه سكسسفي العين الرجع تمام طيب نعم لها شرقها بالريد أو بريد حياتي دي بتقول لحاجاتي إننا اخنا عنا شرق تر والرق تر و لا نجد أن نتعامل نحن كلم عن ريزم كنترو يعني أنو قريبتش فييها بين ريد أو ريزم بعيد السؤال حتى نتسجل طيب يعني ده من كميكانيزم في أكشن ستاعتهم أهم شيء بالنسبة له أنه هو ده وبتاسم النقطة التي فيه أن فيه مختلفة مختلفة تانية عن أن الأكشن بيبقى أكثر لما حتى نتسجل يزيد أو تزيد وده خاصته في العين بالعكس يعني مختلفة مختلفة لأننا نعلم أن الأكشن يبقى نجرب على العكس ستبقى نجرب ودفرنس هذا النورمال يعني طب لو نحن في أي أكشن بالعكس بالل أكثر مقارنة بالل مقارنة بالل بالنسبة للعين بالنسبة للعين اللي بيقضل الخاصة هو بالعكس لكي يقلل ويعمل تبقى أكثر لما يزيد أو لو أن العين من الريس المبريم وتنشاة بتاعته زادت تمام؟ فدي مختلفة عن عناظر تمام؟ مش الانتياريزميك دراج ممكن تشتغل لا ده يشتغل لما يزيد طيب الميزة اللي فيه برضو أنه خاصة لهم أقل أو أول عينين اللي هم بعد الكارديك سيرجري في ثلاث دي تمام؟ ده بالنسبة للفيرنا كلينت بيوني طبعا تشتغل رابد باستخدام 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 ده لو أنا لقيت بعد كده بعد ذلك انه فيه فاليور يعني افلسة ممكن بادي ساكدام بعد باستخدام باستخدام طيب والبناء بالنسبة للفيرنا كلينة انه في معينة منعني التشاهد صحة يعني كل العيين أكثر السيمتوم أو الساين سياتوم الهيبوتينشل والرادية نعم البرفرنكلان دروني درون ليس موجود في مصر الدرون درون اللي هو اسمه الملتق درون 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 العينين بيجيبوه الدواء اسمه ملتق انت يو ال تي اي كيو وبيجيبوه من امراض من المانيا من البلبر يعني ولازم نبقى عارفين ان هيجيلك العين ويقولك انا جبت الدواء معي يعني ويا لما يبقى ينزلنا بقى انا يعرف الدرون درون الآن برضو طبعا كان شافتنا هي double blinded وشافت الدرون درون بالنسبة درون درون طبعا شافتنا فيه بالنسبة لعيان او بالنسبة لعيان او بالنسبة لعيان كالاندرون درون هو يستلم كانتياريزمي طبعا الموضوع ان فيه اخر ترايل اسمه طبعا في البيتنس ان شافت الدرون بالعكس تزود الكاردوفاسكا المرتالي اكتر واصبح العيانين ان انا استخدم فيه درون درون في نقطة تانية بالضبط نقطة تانية ان نعين عندي اف او عين درون درون طبعا 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 بالنسبة لنا اول حاجة مع التدريفة قبل المرات تحديث نقطة تحديث ريطة تحديث مع التقريبات لتحديث في العينين احساس او تحديث ريطة تحديث ريطة تحديث ريطة تحديث لكنه يجبا أن يتأكف på one's Sn or art control therapy بيمشي مع readily control therapy at the same time therapy of underlying heart disease أي أن العين heart failure يبدو نغلق عليه rate control لهذا النوعずر عملي Dynamic Drugs اللي اعظم وفيلت ساعتج ان انا عمل ريزميك كنترول بالانتي اريزميك دراج طيب انسيليكتب بيشنس انتي اريزميك دراج ثيرابي ما احنا نشرح معها فوقها افهم انا لما حاجة عمل ريزميك كنترول عيني بيرمان اي اف ابتدي الاول بخلشش على الانتي اريزميك الاول لا يعني انا بس عايز اوضح ان في ناس بيستعملوا الاميودارون في الريد كنترول قبل ما يستنفذوا استخدام اللانوكسين والبيتا بلوك والكالسيب جان بلوك فهيديد نقطة هو بيتكلم عنها يعني ايه ما نروحش ندور على حاجة فيها سايد افكت نستعملها فوقت كنترول دي اصدق طب اللي بعدها ايه انسيليكتب بيشنس انتي اريزميك دراج ثيرابي افتر كمينتنانس لسانس ريزم عشان احنا طبعا احسن نفس كان بيشنس يعتبر 20% و اتوقع الانتي اريزميك انظر في الانتي اريزميك تيرابي انه مهم جدا و اخوانها و اخوانها يعني عشان ذا اللي يتأكد في الانتي اريزميك عين الشورت تيرم و الانتي اريزميك تيرم الخطوة الخطوة ماذا تفضل أنها ممكن أن تسألها في 4 ويكس التعامل على 4 ويكس لكن لم أحدثت أكثر شيئا هي التعامل على 4 ويكس لكن التعامل مني على 4 ويكس لا تعمل على 2 ويكس لذلك تبقى بنسبة لك في 4 ويكس الفارم بين هذا و هذا هل هناك فاكتورز في الأول هما الفاكتورز لا هي كفور ويكس تراتيجي تراتيجي لا تفضل عن 6 ويكس لكي تصدر لكن لا يوجد فاكتورز أخرى حتى في تراتيجي أنا أريد أن أقول شيئا لو جاء لك عيان هو هنا يتكلم على عيان فاكتوري فاكتوري انت لا تكون عارف فاكتوري هتيجي أمدن وعلى الـ نحن نشوف العيانين ممكن العيان تجيله 1 اتاك لا تجيش تاني وممكن تجيله بعدها بسنة فمش من الطبيعي أن هيفضل عيان ياخد الدواء ده لمدة سنة ويبقى افكتف اول اتاك ان هي هتجيله تاني ولا لا مش عارف انها تجيله بعد أسبوع بعد شهر 4 week استراتيجي عشان ريستوريشن ميكانيكا اتريال فانكشن ممكن تبقى ديليد يعرض العيان لرسك اوف ترمبوز يعني فمافيش اترك ولكن الاس جي يقولنه هو سينس وهاكذا فدى من هنا جاءت استراتيجي دى ولو ان دى حاجة احنا ما كناش ماشينا عليها لكن ابتدين ناخد بانا لما جايد لانز وضحتها ريكارنت باروكزيزما لازم هيمشي على مينتنانس انتي اريثميك اندريد كنترول بحاجة و يجب ان يكون سيخص بحاجة مع تبايده حالا العيان انت شاب 35 سنة بكل شواء يخش في الارت باروكزيزم الاف و يكتد لازم يمشي على علاج لحد ما تقرر هل هذا المريض بحاجة مانا ولا لا يعني هتقدر تعمله ولا لا تخش بقى ايه تفكر في سكة تانية لكن لحد ما تقرر هتعمله الانترفينشن ولا لا يبقى لازم هذا المريض يفضل ياخد الانتئريزميك بداعه طيب لو سيناريو تاني عيان تاني بيجيله اتاك دي وانس بريير او مرتين في السنة وفيه عيانين يقولك كده في الحالة دي هل من المعقول انت تفضل ممشيه على دواء كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم في يوم هينسى وفي يوم مش هياخد ويتعرض لسايد افكتس لكن من هنا اخترع بلين دا بوكت انت قلتها بلين دا بوكت بوليسي ان انت لم العيان احنا بنقوله كده حط الاربع حبات في محفاظتك مع البطاقة كل واحد من فينا لازم يمشي بالبطاقة واول ما تشعر ان الازمة جاتلك ولازم انت اول مرة هياخد الدواء لازم يكون في المستشفى ما ينفعش ان انت تجرع بلين دا بوكت في اوتسايد في عيادتك لا لان انت متعرفش الرياكشن بتاعه اللي هو الوحيد اللي عندنا اللي هو ريت ملو ما هيعملين فبتقوله اول ما تشعر ان الازمة جاتلك وقعدت مثلا خمس دقائق وما رحتش ما هو عارف بقى نفسه خد حبتين الريتمونور لان انت لما بتيجي تعالج الحاجة في اولها خاصة الايف احنا عمتا ما بنديش الاربع مع بعض كلام الكتاب يقول الاربع احنا بنديها شوية يعني احنينين شوية على العيان لان مرة من المرات ادينا الاربع حبات العيان جاء له بس كان في المستشفى فعشان كده يمكن اول مرة نجربها فلكن بقينا نقول له خد حبتين وبعد ساعتين خد حبتين تانين بحيث لان حصل صيد افكت من الدو ما يبقاش الاربع حبات total in his body وبعدين بنقول لعيان كمان تبتدي خدش حقنة كليكسان اديها لنفسك لحد ما تبتدي بقى تشوف الازمة خلاص مراحتش هتفضل تاخد الحبوب مع نفسك وانت قبل كده طبعا ما تجربها في المستشفى لحد ما توصل الماكسيم لاربع حبات او ساعتين او ساعتين او ستة حبات ايليك اتنين كل ساعتين انت الماكسيم دوس بتاعك وفيه في بلاد برا عبوات بدل مئة وخمسين تلتمية تلتمية ميليجرام اه يعني هما كده هيخلص الماكسيم بتاعك وهياخد الكليكسان لحد ما الازمة تروح الكليكسان بتاعكد كل اتناشر ساعة لو ما راحتش بقى في اتناشر ساعة لا روح المستشفى بقى يبقى لا روح المستشفى بقى لان ده لا دي شكلها كده مطولة هل هو اصلا عنده العيان ده اصلا العيان ده اصلا فالعيان ده هيستمر هل ممكن يستمره وخلاص ولا يستمر معه ولا ممكن ما يخدش اصلا خلص هنشرح اصلا اخر حاجة في الدرون يا جماعة مهمة برضو نأكد عليها تاني موضوع وموضوع تماما شكرا شكرا في اي سألة يا جماعة دي عايز اسألة انا اسألة جاب الجاهز في سؤال هنا انا حلوة لا سنجل اتاكك اي اف مع اكيوت كوروناي سينجوم والعيان وموضوع لو هنف الأكيد فتن خلي بالج انه موضوع بيكون هو السبب اكيوت اي اف والعيان لجاء سينجس أعتقد أنه ده ربط بلقوص مضبوط دكتورة قونية بتدواج لك على سؤال المضبوط ما في جميع انت دلوقتي وانت عملت بعياني رجعة الاريزمة زيها زي اللي هو في يعني في حاجة تسببت والحاجة تصلحت ورجعت معا ومع بعض نشأ عنه فدي صلاحك انا كان نفسي سؤال تاني بس احنا 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 ستقول لنا بعد محددة فمش هنصبع في الاحداث لكن او في وعيان وهمو دينامي انستابل فهم ولو عيان وهمو دينامي ما بتفكرش بقى لازم حياته على حياته على استروك هو ايه مشكلة انت لو تدخلت انت تعمله استروك فبتتوزن كده حياته ولا استروك حياته 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 وطبعا يعني مش عادي اقولك سيناريو بايخ انه هو موط العيان اوه 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 في حد اوه 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 شكرا دكتور رشاد مانا